بدأت اليوم بمركز التدريب ببكاراء أعمال الورشة التدريبية حول تقوية الكفاءات الإدارية لصالح أعضاء اللجنة الوطنية العليا للمبادرة المناسبة رأسها نائب رئيس المبادرة من أجل الشفافية والصناعات الاستراتيجية في شات تقرير محمود حسن سنبو ضمن نشاطات خطة العمل للمبادرة من أجل الشفافية والصناعات الاستخراجية في شات للفترة من عام 2015 إلى 2017 الخاصة بتقوية دور المشموعة المتعددة في إطار تحسين نوعية الإدارة الداخلية وكذا تقوية الكفاءات الفنية والعملية لأعضاء اللجنة الوطنية العليا لهذه المبادرة فقد جاء تنظيم هذه الورشة التي مويلت من قبل برامج دعم الإدارة الرشيدة التابع لنشاطات برامج الاتحاد الأوروبي في شاد هذا وبحسب نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا للمبادرة من أجل الشفافية والصناعات الاستخراجية في شاد ماجرور ريمو الذي أطلق فعالية هذه الورشة ستسمح الورشة لهؤلاء المشاركين بفهم جيد لكل المسائل المحيطة بالصناعات الاستخراجية بصفة عامة ذلك انطلاقا من تحليل المشاريع التوافقية وبحسب المقاييس الحديثة أيضا وبصفة خاصة لكل الفاعلين الشادين كي يفهموا الآلية المرتبطة بتطبيق عمل المبادرة من أجل الشفافية والصناعات الاستخراجية في شاد تستمر فعالية الدورة خمسة أيام تنزل